بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامه مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة قدوم شهر رجب اليوم اليوم الاحتفال بغرة شهر رجب وطبعا هذا الشهر له مكانة عظيمة في نفوس المسلمين وخاصة عند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان يتعامل معه على أنه شهر وجد ضمن الأشهر الحرم ثم جاء من بعده شعبان ثم جاء من بعده رمضان فخشية أن ينسى الناس العبادة والتعظيم لهذا الشهر فقد أحث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن حينما نتأمل في كتب الحديث النبوية وخاصة كتب التخريج تخريج الأحاديث من حيث السند نجد أنه بكل أسف لم يرد حديث صحيح يوجب العبادة على المسلمين في هذا الشهر سواء كان في بداية هذا الشهر وهو أوله أول رجب أو في أي يوم من الأيام إلا أن هذا قد يكون من المستحب وهناك فرق بين الواجب وبين المستحب الواجب هو ما يجب تركه وعفوا ما يجب فعله ويأثم تاركه أما المستحب فهو يستحب أو يندب فعله ولا يستحق تاركه على أي ذنب أو على أي إسم ولكن في بعض المسلمين يتشبسون بكثير من البدع في هذا الشهر الكريم اللي هو شهر من الأشهر المحرمة فالبعض يسروا على صيام أول يوم من رجب والبعض يسروا على الذهاب إلى المساجد لإعداء الصلاة بعد صلاة المغرب وللدعاء ولسماع دروس العلم هذا كله مفيد للإنسان لكن هناك فرق بين أني أقوم بمثل هذه الأعمال النوافل على أنها نافلة أو على أنها واجبة لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ولا مسنون سنة مؤكدة إلا ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن من خلال هذه المقدمة لهذه الحلقة نريد أن نبين للإخوة المسلمين والمسلمات كيف أن هذه الأحاديث التي رويت بشأن رجب هي أحاديث ضعيفة وينص على أنها ضعيفة ولأنها ضعيفة الإسناد لذلك نرى ابن القيم ابن القيم الجوزية قال كل حديث نخلي بالنا في ذكري صوم رجب في ذكري صوم رجب وصلاة بعد الليالي فيه في رجب فهو كذب مفترى ابن القيم قال هذا الكلام وبعدين قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر أحد شراح البخاري قال ماذا قال لم يرد في فضلي شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام منه معين أو شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث يصلح للحجة إذن أرى أن البعض سوف يستنكر ما أقوله المعنى كده أنه إحنا بقى ما نشير غلطه ورجبه ونصومه وبنتجمع وبالرؤي المساجد والكلام ده يبقى حضرتك كده بتقول لنا أنتو ماشين غلط نعم إحنا دلوقتي عندنا المصدر بتاعنا إيه مصدر التشريع بتاعنا إيه هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله قد دخل فيها الضعيف ودخل فيها الأسانيد الموضوعة وكانت الخدمة التي قدمها علماء جمع الأحاديث هي تنقية هذه الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن من تابها من الخطأ أو من الوضع أو من الغلط فإحنا صحيح كنا ماشين بهذه الأسلوب وكلنا نتنافس عليه لكن هلنا نعملوا بنية إيه بنية الوجوب وقلتوا لا يملك أحد أن يوجب علينا أحد إلا الله أو رسول الله أما بنية المستحب والله الصيام مستحب في كل أيام السنة مع دل أيام المكروه اللي إحنا عارفينها انفراد السبت لوحده انفراد الجمعة لوحدها انفراد الأحد لوحده وهكذا لكن أنا عندي حاجة يعني تتغلب على هذا التحريم في الصيام في أي يوم من أيام وهي قضاء الصيام إذا كان أنا عندي من رمضان أيام فاتتني أو أفطرتها فممكن أو أصوم أول رجب أو ثلاثة أيام من رجب اللي هما النوافل عادي خالص بنية قضاء ما فاتني في شهر رمضان هنا محدش يقول لي بقى ده أنت بتصوم رجب وصيامك لرجب حرام لا ده ليس صيام واجب هو صيام قضاء لرمضان ولكن لا علاقة بوجوبه في رجب إذن دلوقتي عشان ما حدش يفهمني غلط بقول أن تخصيص أيام للصيام في شهر رجب هذه تعتبر بدعة لأن الأحاديث التي وردت في هذا التخصيص كلها أحاديث ضعيفة أما لو صمت في رجب أيام قضاء كانت علي في رمضان بدون أن أقرنها بنية الصيام في رجب ده أنا بقرنها بنية قضاء الأيام اللي عليها فهذا لا شيء فيه يبقى إذن لم حدس أن وتقول لها ده أنا صايمة تقول لك أنت صايمة ليه تقول لها عشان رجب لا تقول لها عشان بعيد الأيام اللي عليها ما دي بالكم لو قلت لها عشان رجب يبقى إحنا جبنا التجذيب لهذه الأحاديث التي تخصص صياما لرجب ولذلك إحنا عندنا بالنسبة لحديث آخر برضك بنبين صحته ويمكن بنقوله باستمرار كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان بلغنا دايما إحنا نقولها مع بعض دي عارفين بقى الحديث ده أو الهولك تاني اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان هذا الحديث قال النووي في الأذكار النووي صاحب شرح مسلم بيقول ورويناه في حلية الأولياء بإسناد فيه ضعف إسناد فيه ضعف يعني إحنا ممكن كده نقول اللهم بلغنا رمضان خلاص لكن مش هزا ما أقول بقى قول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا لأن عندي هنا إسناد ضعيف زي الأسانيد الضعيفة التانية إذن منها ما هو ضعيف منها ما هو غريب منها ما هو فيه إسناده ضعيف ولذلك أنا من خلال موقعي هذا أوجه رسالة لالإخوة مشايخ الأظهر المتخصصين في علم الحديث أن يقوم بتنقية هذه الأحاديث الواردة في رجب وشعبان والتي يعتبرها الناس من باب الواجبة وأن يعلنوا من الآن عن صحة هذه الأحاديث أو عدم صحتها عشان أنا مش حلوم الناس أنا بسمع أن الناس دول سمعوا الأحاديث من جهات مختلفة وبالتالي هما بيتبركوا بهذه الأحاديث وبيقولوها لكن إحنا لما رحنا لكتب التخصص في تخريج الأحاديث النبوية من حيث الصحة وعدم الصحة ومن حيث الضعف إلى آخره لابد أن إحنا نبلغكم بأن هذه الأحاديث لم تصل إلى درجة الحسن أو الصحة وزي ما بقول تاني إحنا بنمنع بنية الصيام في رجب لكن لا مانع أن نصوم بنية قضاء ما علينا اللي كان في شهر رمضان أرجو أن كلامي هذا يكون واضح ويكون يعني ما فوش بالبلد معنا أستاذ عادل ما شاء الله أيها أستاذ عادل السلام عليكم عليكم السلام يا فندم إزاي حضرتك وكل السنة وحضرتك سهل يا فندم تفضل الله يخليك يفضل كل الله على إخوة المسلمين أجمعين تفضل حضرتك في عندي سؤال في ولد وبنت دول بالضبط كده إخوات في الرضاعة ورضايين رضاعة كاملة يعني إثبات أنه هما إخوات فعلا الرضاعة هل عم الولد يجوز للبنت حاضر في سؤال تاني جزاك الله خير شكرا يا صد عادل على سؤالك المهم لأن إحنا في ضمن المحرمات من النساء ورد لفظ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وبعد ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالرسول بحديثي هذا الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم يفيد بأن كل ما كان تحريمه عن طريق القرابة يكون أيضا تحريمه عن طريق الرضاعة ليه لأن اللبن يغزي البدن مهما كانت البعض قال لك يعني إذا كان إملاجة أو إملاجتين لا يترتب عليه تحريم يعني الإملاجة الإملاجة يعني مصت الشفاء قال لك ده بسيط لا يترتب على التحريم والجمهور اللي قولك لا ده إن شاء الله تكون رضعة أو رضعتين يترتب عليه التحريم والشفائية نظروا إلى التخفيف والتيسير فقالوا لا يترتب التحريم إلا إذا كان مقدار الرضاع خمس رضاعات متفرقات مشبعات واجهة الإفتاء بتفتي برأي الشافعي في هذا الموضوع من باب التخفيف والتيسير إذن الأم رضاعا هي التي التقى ما الطفل ثديها والأخت رضاعا التي رضعت معه من نفس الأم التي رضعت منه من نفس الأم أو ردعت من أو حد ردع من خالة البنت اللي هي بتاعة الرضاع يبقى الخالة بالرضاع زي الأم بالرضاع البنت الأخت بالرضاع زي بنت الأخت بالقرابة ابن الأخت وهكذا كل ما جاء في سورة أو في آية التحريم في سورة النساء كل ما كان سببه التحريم عن طريق القرابة يعني النسب أو المصاهرة يكونوا أيضا سببه التحريم بالنسبة للرضاة طيب نفرض أن اتنين معرفوش أن هم رضعوا مع بعض إلا بعد ما حصل الزواج بل وأحيانا بعد ما حصل الحمل أو الإنجاب ماذا يفعلون؟ أولا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شهادة الرضاع تثبت بشهادة مرأة واحدة بدليل أن أحد الصحابة ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إني كنت أريد أن أتزوج من فلانا وأخبرتني أحد القوابل بأنني رضعت معها فماذا أفعل؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وقد أخبرتك؟ شوفوا إزاي أنت بتسأل وهي أخبرتك؟ ما قالوش بقى هات للشهود تانين معها؟ ما قالوش بقى الرضعة دي كم رضعة؟ ما قالوش بقى السن اللي رضع فيه إيه؟ لأ قال له كده على رجل صلى الله عليه وسلم لأن موضوع الرضاع ده يا جماعة كان منتشرا جدا 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 قبل الإسلام وكانت الجارة تردع الجارة والرسول نفسه كان ليه مردعة وكانت المرأة الشريفة في عصر ما قبل الرسول أو في عصر الرسول نفسه كانت لا تردع كانت تؤجر أو تستأجر مردعة لابنها أو لابنتها فلما جاء الإسلام ووجد اختلاط الأنساب عن طريق الرضاعة فنهى الإسلام وقال لك الأم رضاعا والأخت رضاعا ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وعمما كل ما رضع من هذه الأم يبقى العبرة اجتماع ابن أو ابنة مع أم اجتماعهم على ثاد جين واحد البعض اتكلم بقى عن الزوج زوج المردعة لأن طبعا الرضاع ده عبارة عن لبن بينزل من الأم نتيجة العلاقات الزوجية هرمونات بتنزل نتيجة العلاقات الزوجية فالزوج بيبقى سبب في نزول اللبن ولذلك الفقهاء بيطلقوا لبن الفحل على الزوج فالبعض قال لك يشترط أيضا أن يكون تحرين بالرضاع من ناحية الزوج لأنه هنسميه الأب رضاعا زي ما قلنا هنا الأم رضاعا هنقول عليه هنا الأب رضاعا السن بقى البعض جعلوا حولين كاملين عادر البعض جعلوا حولين كاملين يعني سنتين نظرا للآية القرآنية والوالدات يردعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعا والبعض قال أربعة والبعض قال خمسة وهي الحد الأقصى اللي ما يقدرش أنه ممكن الطفل يستغنى طيب نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم عدنا إليكم بعض الفاصل وما زلنا في الحديث معكم نحو شهر رجب وما ينبغي أن يكون أو أن لا يكون فيه معانا سعاد سعاد سدل يا حبيب السلام عليكم عليكم السلام علي صوتك يا سعاد الله يردعنك إزاي حضرتك يا دفتر سعاد الحمد لله تفضلي سمعني حضرتك يعني علي شوي بقول لحضرتك أنا زميلتي جزها متجوز عليها وكان زميلتي جيز زوجة الأولى فمعها ثلاث أولاد وكان مثلا هي بتشارك في البيت وبتدفع فلوس فيه وهي موظفة فطبعا كان أكيد معهم مبلغ من المال جزها أصبح تجوز وخلص ولد هل من حق الزوج يكتب الفلوس الأولانية اللي كانت معاها قبل ما يتجوز الزوجة التانية بإسم ولاده ولا ده يبقى فيه حرام بإسم ولاده هو عايش حيبقى ده يعني من نوع من أنواع الهبة وليس الميراس معايا يا حجة سعاد نوع من أنواع الهبة هبة الأب لأبنائه هبة الأب وليست ميراس الميراس لا يكون إلا بعد الوفاء لكن إذا قام الأب بتوزيع شيء من ماله على أبنائه في حياته فهذا يسمى هبة أو هدية معاي يا ماما؟ مع حضرتك آه يعني كده ما يبقاش فيه أي خرمانية عليه لا 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 هو أجزع أجزوه أجزوه لأجزعه لأجزعه لأنه أنا عند نص خرآني بيقول في آية الميراس ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو خلقنا وأعرف اللي بيدور في نفسنا فربنا بعد ما قال يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسان جي في آخر الآية آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب ولكم نفع فريضة من الله يعني أنتم في حالة الدنيا هتستأثير وتدوا لأبنائكم أو تدوا لبناتكم أو تكتب كل حاجة باسم زوجتك عشان أنت ما خلفتش إلا بنات وعشان الأعمام ما يدخلوش في المرس طيب إيه رأيك بقى لو بناتك دول لقدر الله حصل لهم حاجة مين اللي حيقف معهم مش أعمامهم فخلوا الحكاية يا جماعة زي ما ربنا حكم ووصى وفرض نحن لا نتدخل أبدا في شؤون أو في تقسيم الله سبحانه وتعالى لكن إذا عمل كده وهو في نيته حرمان أقارب أخرى يبقى حرام لو عمل كده وحيطرك من ماله شيء يخدو الأقارب التانين يبقى جائز أرجو أن يكون الإجابة وصلتك خلاص؟ طيب يا جماعة إحنا شفنا في الرجب نظام السنة أو الأحاديث التي جاءت في عن شهر رجب والسيام شهر رجب والآخر والحاجات دي عايزين نشوف بقى القرآن الكريم ماذا قال عن رجب؟ قال تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يبقى شهر رجب من الأشهر الحرم بس هو بيبقى لوحده في ثلاثة وربعة دوق والحرم دي ليه سميت بهذا الاسم لأن في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يقاتلون في هذه الأشهر وكان هناك مخالفات في سفك الدماء وفي العداوة وفي أشياء كثيرة جدا فربنا سبحانه وتعالى لفت نظرهم إن هذا الشهر وجميع الأشهر الحرم المفروض إن إحنا نعظم أعمالنا فيه بحيث إن من جاء فيه بخطأ فإنه يحاسب على خطأه ضعف الحساب لأنه لم يهتم بقيمته وبمكانته اللي هي حرم حرم يعني حرام ربنا يعني شدد فيها على تحريم القتال طبعا إحنا بنشوف بعض الإرهابيين وبعض الحاجات دي ما بيهمهم بقى أشهر حرم ولا رجب ولا حاجة ولذلك ده يعتبر مخالفة صريحة عن أوامر الله سبحانه وتعالى الأية الثانية يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام برضك بتديني نفس المعنى نجي بقى مناسبة الإسراء والمعركة نعرفين أنها حسب أغلب الأقوال أن هذه الحادثة التي لم يصدق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا أبي بكر وأنها كانت في العام الثاني من البعثة وأنها كانت معجزة من المعجزات وأنها قد نزل بشأنها سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الإسراء سبحان الذي أصر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أصر بعبده مين؟ أدهم؟ سلام عليكم يا أستاذ أدهم يا أستاذ أدهم سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أستاذ أدهم دكتورة سعود معي؟ أيوة معك يا باب بس وط التلفزيون وط التلفزيون شوية باب وط التلفزيون أذنب ذنب يوجب إقامة الحد عليه أسمعك معلش أسمعك من الأول أنا سمعك أقول لي بس طيب إقامة الحد على الشخص ده بموجب الذنب ده في ناس في أطراف الدولة أهل منع في المكان اللي هم فيه بيقيموا الحدود على مرتكب الكبائر فهو هل يذهب إليهم حتى يقام عليه الحد ويخلص من الظنب اللي عليه ولا يحتكم لقوانين الدولة ويبطل مكانه وهم هو نفس المكان ونفس الدولة طيب هو عمل يعني حد من الحدود آه آه عمل حد من الحدود اعترف هو ارتكب ذنب يقام بالذنب ده عليه الحد أيوة يعني طبعا أنا مثلا حد زينة مثلا ولا حد قصف المهم المهم الحدود دي سميت حدود ليه لأنها عقوبات مقدرة شرعت من عند الله سبحانه وتعالى لها شروطها ولها أسبابها ومعنى مقدرة إن لها مقدار لا ننقص منه ولا نزيد حد الزنة زي ما احنا عارفين ثمانين جلدة وفي حد مائة جلدة وفي حد القصف ثمانين جلدة وحد السرخ القطع حتى الكف وهكذا بس بقى قبل ما نقمل الحاجات دي لابد من شرطين الشرط الأول إثبات وقوع الحد قبل ما يثبت أو قبل ما يصل إلى القاضي يعني أقر على نفسه ما بين شوية أصحابه وقال لهم أنا عملت كذا وعايز أروح للحاكم أو عايز كلام من ده الأفضل في هذه الحالة أني اللي عرفه بعيدا عن الحاكم اللي عرفه يسطر عليه السطر هنا واجب لأن السطر هنا على الفواحش يؤدي إلى التوبة طيب لو هو راح بنفسه عند القاضي وقال أنا عملت كذا كذا وأقر زي ماعز ماعز راح للرسول وعليه صلى الله عليه وسلم وقال له أنا صدر مني ما يوجب الحد فالرسول عليه السلام لأنه يحب السطر الرسول يحب السطر فقال ليه ماعز الأقر أقر على نفسه لعلك قبلت يقول له بالزنيت لعلك لامست يقول له بالزنيت فالرسول عايز يزحزحه عن منطقة الاعتراف عشان يعني يقامل عليه كفارة وخلاص فهو الرسول عز محم أن يقيم عليه الحد فجري خف بقى خلاص جري مين بقى اللي جري وراه الصحابة جابوه شدوه وسلموه للرسول وعشان يقام عليه حد الجلد ويقال حكم حد الرجم عندنا رجم يعني موت إذا كان متزوجا حد يعني جلد إذا كان غير متزوج واخد بالك فالرسول قال لهم هل لا تركتم صاحبكم لعل توبتي هذه لو وزعت على العالم كله لغطته وأحد الصحابة أيضا راح مسجد وعايز يعترف للرسول فركد جنب الرسول وبيصلي ويقول له يا رسول الله صدر مني ما يجب الحد فالرسول عليه السلام قال له اذهب فتوضق فبعد ما توضق كي تاني للرسول وقال له صدر مني ما يجب قال له صلي معنا فبعد ما صلى معاهم جيت يلك للرسول فالرسول عليه السلام قال له اذهب فقد غفر الله لك اذا ده السؤال بتاع حضرتك اذا وصل للقاضي خلاص حد ربنا ولابد ان ينفذ اذا كان هناك بينة يعني شهود اربعة من الرجال شهدوا هذه الفعل لا يبقى لابد ان يقام الحد اذا كان هناك اقرار او اعتراف من نفس الشخص وكان هذا الاقرار والاعتراف امام القاضي ايضا يبقى يجب اقامة الحد طيب لو بالنسبة لزوجين زوجة صدر منها هذا الفعل وزوج اتهمها بان صدر منها هذا الفعل وهي بتنفي وهو ما عنده الشهود هيعمل ايه فزعب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له انا لما لاقي زوجتي كده وما عندي الشهود يصدقوني ولو قتلتها هتقتلوني اعمل ايه فنزلت ايات الملاعنة يعني ايه ايات الملاعنة بيقول فيها الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم كلمة يرمون يعني تهمة الزنا يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم الزوج حيجي يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين انه هو شفها والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان ان الكاذبين هي بتجي وتقول نفسي شهادة بس بدل لعنة الله ترغضب الله اذا المرأة هنا الزوجين تساو دا قال الملعنة ودي قالت الملعنة وبعد كده خلاص ينصرفان تماما لا يعوداني زوجاني مرة اخرى ماشي يا جماعة طيب مدام صحر سلام عليكم يا مدام صحر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فندم اتفضلي حجمك ايوة امامة اتفضلي كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال لو انا عندي امنية لسي ربنا يحقق اهالي بشدة والحقيقة طلبتها كتير من ربنا بس عايزة يعني ربنا يستجد للدعوة بسرعة طبعا هو طبعا عشان وفي ربنا يعني ان يستجيب له بسرعة عشان انسان عجول يعني امنية عن ايه امنية عن ايه عايزة ربكة يحقق لك امنية عن ايه مثلا ربنا يكرمني في اولادي ويفرحني فيهم وكذا يعني يعني امنية عامة ولا امنية خاصة والله تبقى خاصة لي والبنات المسلمين جميعا يعني طيب وبعدين وبتطلب من ربنا ايوة ايو وبعدين حاسة ان ربنا ما استجاب لهكيش بسرعة ايوة اه بالضبط يعني الحقيقة يعني انا طلبتها مع اننا يعني الحمد لله دايما ان ما بطلب حاجة من ربنا الحمد لله ربنا بيستجيبالي بسرعة جدا فانا حاسة المراد ان ربنا اخرها علي بس مش عارف ليه طيب ربنا بقى يعني بيختبرك بيشوف البقى هتفضلي كده مبسوطة منه بتحبيه زي ما كنت بتحبيه ولا هيبقى في عندنا يأس وخنوت لا لا والله لا العفو لا لا والله يا عبادي اللذين أصرفوا على انفسهم لا 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 العفو لا ده ربنا كريم ودود لا طبعا وربنا واسع وحكيم هو اكيد له حكمة طبعا في جده بس انا وقداما بقول لحضرتك عشان تفضلي عارفة اتاسمك ايه يا سحر عشان تفضلي مجدودة دايما لربنا ملهوفة لربنا صلتك بتزيد بربنا وغدبالك وهو ربنا حيفرح بك جدا انك انت محتاجة في تحقيق من الدعوات وعايزك دايما تبقي قريبة منه بزي بقى طب قديني دعيت وما حصلش حاجة اهم قاعدوا وقولولي ادعي 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 وعمالة بدعي وما حصلش حاجة ما يصحش ان احنا نتعامل مع ربنا بهذه المعاملة ربنا بيقول وقالا ربكم ادعوني استجب لكم اما الاستجابة تتأخر اختبارا لنا واما الاستجابة يحل محلها استجابة اخرى كأن يكون الانسان مريضا فمن غير ما يقول يا رب شفيني جاءت الاستجابة في الشفاء وغدبالك واما الاستجابة في حفظ الابناء او حفظ الاموال او حفظ علاقتك بزوجك نعم ربنا علينا كتير جدا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالمفروض بقى فيه ايه صبر مع الشكر يا جماعة لابد ان يخترن اولا يخترن الاستغفار مع التوبة ثانيا يخترن الصبر مع الشكر ماينفعش ان انا اصبر واتململ لاج اثناء صبري لابد ان اشكر وغدن بالكو فخلاص يا صحر ولا عندك حاجة تانية طيب شكرا صحر ندخل بقى في الكلام بتاعنا عشان نكمله بسرعة ايه بقى بنقول الاسراء والمعراج حصل اختلاف هي يوم ايه بالضبط في شهر الرجب رأي الجمهور على انها 27 رجب وفي رأي تاني على انها 17 اراء مختلفة لكن احنا يعني ناخد برأي الجمهور طب هل الليلة دي بقى هنصوم فيها لا مش هنصوم هنعمل ذكر ذكر ونتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلته ونتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما واقفا مع قومه يكذبونه وكان ده في عام الحزن يعني عام الحزن ده اللي توفت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها وغضي ملكه كل ده نتأمل بشرية الرسول تخليه تخليه كده يطلع زي زي بتوع الفضاء ولا تلع بروحه بس ولا تلع بجسده طبعا الآية بتبين انه طلع بجسده سبحانه الذي أصر بعب ده يعني البدن ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأخصى يبقى كده خلصنا حاضر يا أمال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدام أمال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي حبيبتي اه اتفضلي انا معك يا أمال لو سمحتي انا كنت عايزة اسأل على زكاة المال يعني احنا اما ايو زكاة المال انا اما ثلاثة عماش انا وغضي وكده فالمبلغ اللي احنا خدناه يعني يعني خلينه للثلاث بنات عشان نتجهز بتاعهم يعني وكده فعلي زكاة مال ولا لأ ولو علي بيبقى على أصل المبلغ ولا على الفايد عفوا يا أمال عفوا من والله مسمعتكش كويس يا ماما معلش أولاني تاني حبيبتي أمال ايو عليك سؤال تاني اه طيب أنا بقول لحضرتك ان انا وجوزي المعاش مكافة الخدمة شلناها للولاد عشان نجوزهم بيها للثلاث بنات فهل عليها زكاة مال يعني فلوسكو على بعض نعم فلوسكو على بعض بلا إيه آه فلوسك انت وجوزك على بعض لا أنا حاطت في حساب وهو حاطت في حساب بس إحنا قلنا يعني هما يعني 300 مية تحطى في حساب وهو حاطت في حساب مش كده آه يعني هما كل مبلغ كله على بعض 300 بصي المفروض لو في حساب كل واحد يبقى ده زي ما ربنا بيقول للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا يعني المرأة لها ذم مالية مستقلة تصرف منها كيف ما شاءت والرجل كذلك إذا حصل اتفاق بينكما على ضم هذه الأموال لا لضمان استقلالية الأولاد وضمان يعني حياتهم وزواجهم وكلام من ده خلاص طالما انتوا موافقين على كده بس طبعا احنا بنبص لأجل الطويل بعد يعني ممكن حد يرجع في كلامه حد يتوفى قبل التاني ونرجع نقول لأ أو خلاص اللي راح راح واللي موجود دوة عايز ياخد كله وعايز يدي اللي ما عرفش المين ويدي المين انا افضل اني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قسم المال على حسب الظمة المالية لكل احد وعلى حسب ما استقبلناه من مصادر مال اما عن طريق المرتب في الحكومة او عن طريق المراسة او او كل واحد يبقى الظمة مالية مستقلة دلوقتي في القانون الجديد فيه اقتراح اللي هو قانون لأحوال الشخصية فيه اقتراح يقول لك تخصيم الثروة الزوجية بين الزوج والزوجة الحقيقة انا مش موافق على هذا الموضوع لان زي ما الاية بتقول للرجال نصيب من ما اكتسب وللنساء نصيب من ما اكتسب واسألوا الله من فضلي اللي انا كسبته عن طريق وظيفتي وعن طريق اموالي وعن وعن لو ما هيحتاجوا مني حاجة هاديهم لكن ما يبقاش ضم كامل باسم واحد لأ ده فيه اخدار لكرامة المرأة ولذمة المرأة التي كرمها الله سبحانه وتعالى اما ان الزوج عند البعض ده هياخد كل الفلوس وبعدين يدينا ايه وبعدين مش هدينا كل ده هيؤدي الى مزيد من المشكلات والخلافات الزوجية خلينا بتقسيم ربنا ربنا ادان المهر للمرأة وادى النفقة للمرأة وادى مراس للمرأة وادى للرجل حقوق كل واحد يفضل معه حقوقه الا اذا كان هناك المودة والرحمة يبقى اذا عن طريقها نقدر ان احنا ندي او ما نديش لكن كالخانون انا لا اعترف ابدا بتدخل القوانين في تنظيم العلاقات بين الزوجين سواء كانت علاقة مالية او علاقة زوجية يا جماعة نبعد عن المحاكم والقضايا والحاجات اللي ما بتخلص دي احنا بنعمل فتن في النفوس بين الزوجين خليهم هم مع بعض هم اختاروا بعض هم هيعشروا بعض بالمعروف لكن ان كل حاجة القضي قال والقضي حكم والقضي معرفش ايه لا يبقى احنا هنعيش في امان وسلام ازاي يعني طيب قبل بقى ما هنخلص موضوع الرجب حاضر حذكركم حاضر حذك شيماء شيماء سلام عليكم ورحمة الله يا شيماء ازايك يا دكتورة اتفضلي يا ماما اتفضلي علي صوتك بسرعة عشان هنخلص طيب حاضر هقول لي حرائك دلوقتي انا عندي سؤالين السؤال عن صيام اول رجب هل ده بضعة ولا هل هو ده مش كنت قادة معنا يا بنتي مش كنت قادة يا شيماء حذك معايا يا دكتورة السؤال التاني ايه السؤال التاني انا انا مسافرة احيانا ما بلاقيش مكان اصلي فيه او ما بيباش فيه مكان مناسب يعني فهل انفع لما روح بيتي اصلي قصر جمع عادي ولا لما روح خلاص يبقى الصلاة التخرة واصليها من قول لا ازا لقيت مكان يبقى اولى انك انت صلي الفريضة في وقتها ازا ما لقيتش مكان يبقى تحاول انك انت تشوف مكان تستطر فيه ازا ما كانش بقى يبقى قبل ما تخرخ من بيتك تصلي جمع تقديم الظهر والعصر جمع تقديم ماشي او المغرب والعيشة جمع تأخير لا معلش بس انا عايز اقولك كل حديث عشان اعملت الصيام في رجب يا جماعة ارجوك ما فيه الصيام في رجب الا ازا كان خضاء ابن القيم بيقول كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب فهو كذب ومفترا خلاص ارجو اللي سمعت تقول اللي ما سمعتش واشكركم على استجابتكم معانا في هذا المضوع ونلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة